اختتمت بالقاهرة فعليات النشاط الثالثة الخاصة ببناء قدرات الحرفيين وتوعيتهم بأهمية التراث غير المادية لضمان استدامة الحرف بتعليم أجيال جديدة وذلك ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية تضمن حفل الختام تكريم 46 حرفيا من المشاركين في ورش العمل ومعرض المنتجات الحرفية فيهدف المشروع إلى إعداد قائمة حصر وطنية جديدة للحرف التراثية في القاهرة التاريخية وإتاحة هذه القائمة للجمهور